أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن صرف تعويضات مالية لأسر ضحايا حادث أدى قهلية بواقع 50 ألف للمتوفى و 25 ألف للمصاب كما قام التحالف بتيسير قافلة طبية متعددة التخصصات للمساعدة بالإضافة إلى فرق من المتطوعين لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا الموجودين في محيط الحادث فيما أعلن التحالف تقديم مشروعات بقيمة تمويل 25 ألف جنيه لجميع الأسر المتضررة من الحادث والتي تحتاج إلى مصدر دخل مستدام وقد أعلنت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية عاجلة لأسر الضحايا في حادث انقلاب حافلة في محافظة الدقهلية حيث يتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى و 25 ألف جنيه للمصاب يتذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا خاصة في الأزمات وتماشيا مع الدور المجتمعي للمؤسسة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم ترجمة نانسي قنقر